يسعد صباحكم وكل اوقاتكم يا رب كلكم تكونوا بألف خير ياريت اذا عم بتشوفوني لأول مرة تدعموني بلايك واشتراك اليوم رح اقولكم شو حشوتي لفطاير السبانخ او معجنات السبانخ فعليا اي حدا جربها عندي لازم يسألني شو الطريقة تبعتها انا وراق السبانخ غسلتهم كتير منيحي يعني ممكن فقصة مرات وتأكدت انهم انضاف مية بالمية بعدين قطعتهم بهذا الشكل زي ما انتوا بتشوفوا شرائح بعدين كنت فارمة بصل كتير ناعم انا بفرمه كتير كتير ناعم بمحضرة الطعام حتى ما يبين كتير عندي بالطعام لانه زوجي ما بيحب البصل كتير الي عنده حدا ما بيحب البصل او الصغار ممكن يعمل هاي الطريقة ممكن تفرمو خجن اذا بتحبو بعدين انا ضفت له السماء البلدي حتت تقريبا اربع معالق سماء بلدي كتير زاكي وضفت عليه كمان الملح الملح عندي لونه زهري لانه هذا ملح لها ملايا بعدين ضفت عليه دبس رمان تقريبا ثلاث معالق وضفت عليه زيت زيتون زيت زيتون بلدي لازم يكون طعمته لزيزة كتير لزيز مع السبانخ بعدين انا حطيت عليه تقريبا كاسة شاي من عصير الليمون وبعديها بحط الشطة البلدية الحارجة كتير زاكية معهم للي بيحب الحار ممكن تستغنوا عن هاي الخطوة اذا ما بتحبوا الحار انا حطيتهم بعدين بحركهم كتير منيح وبحطهم زي ما انتوا شايفين بمصفاية بخليها تقريبا لمدة ساعتين لحتى يتصفي كل المي ونقدر نعم نشتغل فيها وصحة وعافية ترجمة نانسي قنقر